منذ وصول طالبان إلى الحكم والحصول على جواز سفر أصبح مهمة شاقة أمام الأفغانيين فاستخراج الوثيقة قد يستغرق أشهرا أو أكثر والراغبون بالهجرة من البلاد يتدفقون على الإدارات المعنية وضع تقول بشأنه حكومة طالبان المؤقتة إنها تحاول اتخاذ خطوات سريعة تسهل الإجراءات بدءا من الأسبوع المقبل إقبال المواطنين كبير جدا بينما عدد الجوازات التي كانت بحوزتنا لم تكفي مما أدى إلى وقوع مشاكل تقنية أوقفت توزيع الجوازات لأشهر حاليا تم طباعة العدد اللازم من الجوازات حيث ستبدأ عملية التوزيع في كافة أرجاء البلاد الأسبوع المقبل إعلان طالبان الجليد يأتي بعد فشل حكومتها في إعادة ترتيب نظام استخراج وتوزيع وثائق السفر ما أدى إلى زيادة معاناة الأفغان حيث أصبحوا عالقين في سوق سوداء لبيع وثائق السفر مقابل المال وحسب تقارير الصحفية فإن البعض اضطر لدفع أكثر من ألف دولار مقابل نسخة الجواز رغبة منهم في الحصول على وثيقة مغادرة بأي ثمن معاناة الناس لا تقارن جراء عدم تمكنهم من الحصول على وثيقة البعض سجلوا لاستخراج وثيقة سفر وعليه الانتظار أكثر من خمسة أشهر فيما آخرون أضطروا إلى دفع أموال باهضة في بعض الأحيان فقد شباب فرص تعليمهم في الخارج وفقد المرضى حياتهم صعوبات كثيرة تعيق سفر الأفغان إلى الخارج في ظل حكم طالبان منها غياب الاعتراف الرسمي بحكم الحركة إضافة إلى إيقاف السفارات والبعثات الأجنبية عملها في العاصمة كابل ما يدفع أفغانيين للشعور حسب تصريحاتهم بأنهم يعيشون كرهائن داخل بلدهم بعد وقف إصدار التأشيرات من قبل دول مجاورة أيضا صفة الله صافي الحرة